الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله سعي ليقول أنا مريض لا أتحرك إلا بالكرسي المتحرك وأحيانا لا أقدر على الوضوع رغم وجود الماء فهل أتيمم للصلاة نعم تتيمم للصلاة رغم وجود الماء أعلى لأن لي جزلي تتيمم هو إما إنسان سمعوني منها إنسان ما صابش الماء ويشق عليه أن يبحث عن الماء ولا إنسان كائن الماء ولكن ما راهوش قادر يوصل إلى الماء كما المرضى في المستشفيات راهو مريض بالخيوطة وكائن الماء بصح هو ما يقدرش ينود من السرير انتاعه ويروح للماء رغم وجود الماء فعليه أن يتيمم اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى سمعت يعني راك مريض حقيقة مشي واحد يتواهم المرض أو كاين دوك لي عندهم الوسواس غير الجو يتبدل يبدأ أو رأسي وجعني أو اكتافي هذا والو هذا الوسويسبير الشريعة تكلم على غلب على ظنك المرض أو تحقق المرض وإن كنتم مرضى أو على السفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد ما صعد على الأرض يعني الحجرة التراب وسمعت مرة سمعت واحد كان يهضر في حصة تليفزيونية قال لهم إذا كنتوا في الطيارة هذا سمعته بوذنية وبالك أو يسمع فيه الآن قال لهم إذا كنتوا في الطيارة ورحي للحج وما صبتوش باش تتيموا تتيموا على الكراسة بعضكم بعض يعني أنا ينتهي إما مع الكرسي قبله قالوا لي أن فيهم الغبار الغبار والأزبال ليست من الصعيد الطاهر وين صبت أن تبلي الكرسي تعطي يارا ولا من الصعيد الطاهر يعني مصاعدة على الأرض وين صبت أن تبلي الغبار التي تكلموا عليها العلماء هو غبار التراب غبار الرمال ليس الغبار الغبار عن نجاسة أو الغبار عن الكراسة أو لو واحد يروح الغبار في السجاج تعوه هذا كلام لا يقوله عاقل إذن فتيمموا صعيدا طيبة صعيدا طيبة أن لا يكون نجاسة لا يجوز إنسان يتيمم بعضم حيوان نجس ولا بعضم أصلا وإنما بما صعد من الأرض فهمت كيف إذن بالنسبة للمريض ليمشي على كوسي متحرك على كوسي متحرك هذا يتيمم إذا كان عاجز عن الوضوء أو ما صبش يكون يوضيه أو كاين عنده زوجة تقدر تعاونه توضيه إذا ما صبش ولو كاين الماء تيمم وما جعل عليكم في الدين من حرج سائلة تقول تعرفت على شاب عبر الفيسبوك وبقينا مع بعض لمدة سنتين يعني بقيته في الفيسبوك كنت تقول لي لي أماك أني نرجع في دروسي وباباك كي كني سقسك وش كديري بنتي أنا أنا مع صادقتي أنا نرجع في الدروس تعرياضيات ما لتقول وبقينا مع بعض لمدة سنتين ثم التقيت به وطلب مني أن أضع يدي على يده وقرأنا الفاتحة وأخبرني أني بهذا صرت زوجة له فهل أنا زوجته حقيقة صحيح نعم أن راكيد زوجة أنتعه على مذهب الشاب قادر على مذهب الشاب قادر راكيد زوجة أنتعه لأن الشاب قادر قال لكم نديها ونروح ولا طيح الروح حسبونا الله ونعم الوكيل حسبونا الله ونعم الوكيل يعني تعرفت على الشاب في الفيسبوك سنتين هو يكذب عليها وهي يتكذب عليه هذا صحاب دي بويكة جوفوزيفي ملا كذب عليها وكذبت عليه ثم التقوا فلما التقوا قال ها دير يدك في يدي هاي الكذبة الكبراء آيان قرأوا صورة الفاتحة كي قرأوا صورة الفاتحة قال أخلاص أكيولي تيمرتي معنتها مكاش الولي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل فزواجها باطل فزواجها باطل مكاش الولي ثنين مكاش الصداق ثالثا مكاش الشهود رابعا وضع يده في يد إمرأة أجنبية وهذا حرام لا يجوز حرام مصافحة الأجنبية وهي أجنبية عنك تلاقوا بيناتهم قرأوا صورة الفاتحة ورنم زوجين لا حول ولا قوة إلا بالله إذا ركت سمعيني إعلامي أن هذا زواج مخادع وهذا زواج باطل وهذا حرام وأنت في إثم وهذا رجل آثم وقد خدعك وكذب عليك بفكرة نقرأ الفاتحة وليتي الزوجتها لا حول ولا قوة إلا بالله رام في الجامعة يتلاقى الشاب مع بنت يقول لها قولي لي فقط سلمتك نفسي قولي لي سلمتك نفسي خلاص أكير وليتي مرت لا حول ولا قوة إلا بالله الزواج في الجزائر كان الزواج لنا عرفه الزواج يروح إنسان مع إمه مع عماله يخطب مرة يسقسوا عليه يعطوا هالو يديروا العرس يجي الإمام يعقد الشهود الصداق أريضا بين الطرفين العالم قاسمع الزغاريت خلاص لك والله زواج المسيار زواج المصفار زواج العطل زواج الأبيض الزواج على الورق الزواج الأسود زواج لزيميقري زواج هادي جبدنا مئة نوعة الزواج وأغلبه باطل أغلبه باطل لا حول ولا قوة إلا بالله ركز زوجي على مذهب الشاب قادر لا حول ولا قوة إلا بالله ربي يحفظ بناتنا إن شاء الله سائل من تونس تقول زوجي يمنعني من دخول المقبرة بالسروال لزيارة والدتي فهل يجوز للمرأة أن تدخل إلى المقبرة بالسروال هذا راجلك أو خايفك أو خايف عليك تفتني الموتة يعني يخليها تخرج إلى الشارع قدام الرجال بالسروال ولكن يمنعها من دخول المقبرة بالسروال فهمتوا معنى ترى ويخافها تفتني الموتة أو خايف عليك تفتني الموتة ما هو خايف عليك من أن تفتني الأحياء شفتي كيف واللي ننسقسه وإليه جوز لي ندخل المقبرة بالسروال لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع بالسروال لا يجوز لك تخرج إلى الشارع بالسروال يعني كيف المقبرة لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته